إدارة كاركوك تقرر عودة الدوام في الدوائر الحكومية واستئناف عمل قاعات المناسبات والمطاعم وجميع المرافق السياحية والخدمية ودائرة صحة كاركوك تنصح بالوقاية والتباعد الاجتماعية وتؤكد حرصها على المواطن وتنصح بزيارة الدوائر الصحية والمستشفيات من أجل متابعة حالة المرضى دائرة صحة كاركوك والتزاما مع تعليمات وزارة الصحة العراقية نشدد على التزام بطرق الوقاية أخذ المعلومة الصحيحة من إعلام الوزارة وإعلام الدائرة لبس الكمامة المباعدة البدنية عدم الخروج من المنزل إلى الحالات الضرورية والابتعاد عن التجمعات بكل أشكالها في الولائم والأفراح ولا سمح الله في العزاء لأنه كل الإصابات هي عن طريق هذه التجمعات وكما تعلمون حتى اللحظة لا يوجد علاج ولقاح المواطن رحب بقرار عودة الحياة الطبيعية وعودته إلى العمل بعد انقطاع دام لشهور عديدة أثقلت كاهله متأملا عن يلتزم المجتمع بالتعقيم وتعزيز المناعة للقضاء على الفيروس نهائيا بتاع الحضور ورجعة الحياة الطبيعية بس نتمنى من العالم أنه تلتزم بالكمامة والوقاية أهم شيء التعقيم والديتول والفيتامينات قد تأخذها العالم هيا هيا إن شاء الله نتمنى الصح والسلام للجميع دون وجود لقاح معتمد في العراق ضد فيروس كورونا تقرر خلية الأزمة عودة الحياة الطبيعية معزة بالالتزام الوقائي من أجل الحدي من انتشار الفيروس سعدون السلطان قناة التغير كاركوك ترجمة نانسي قنقر